السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزائل متابعين القناة الرياضية مع ايمان عبدالله واختبار زكاء وجد العدد المفقود لحل هذا اللغز معنا هنا مربعات أربع مربعات هنا في سلاسة يعني 12 مربع 12 مربع موجود في كل مربع عدد أو رقم متواجد في لكن هنا في مربع فاضي عليه علامة استفهام المطلوب إيجاد هذا الرقم هنا على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة لك رجاء اللي بيشوفنا الأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد والباحث على أسئلة اختبارات الزكاة من هذه النوعية ونوعيات أخرى كثيرة يجدها في قومة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الزكاة نبدأ الفكرة والطريقة بالنظر هنا إلى الصف الأول هنا فوق عندك هنا الصف هنا ده الأول وهنا ده طبعا هيكون الصف الثاني هنا بالنظر إلى الصف الأول والصف الثاني عندي هنا في العمود الأول ده هنا العمود ده هنبتدي ان احنا ننظر ليه هنا من أعلى لأسفل هنا فيه ستة فيه عشر وفيه الآخر وجدنا فيه أربعة طيب لو جينا ان احنا نبتدي نقول ايه هنجمع الصف الأول هنا هنبتدي ان احنا نجمع الصف هنا الأول والصف الثاني يعني هنا واحد صف الاول زائد الصف التاني هنجمعهم مع بعض الستة والعشرة هنا هيكون كام ستاشر طب الناتج هيكون ستاشر ودي معناها كام هنا الاربعة اللي موجودة دي معناها اربعة تربيع بتيدي الستاشر بالفعل طيب هنا يبقى اذا السبعة دي هنخليها كده تربيع لان هنا مش هدرج مع علشان الجزء ده على علامة السفاة من مطلوب ايجاده طبعا وهنا السلاسة دي هناخدها هنا تربيع والخمسة دي هناخدها ايه تربيع طيب هنا السبعة تربيع يعني معناها التسعة وكام واربعين وهنا معناها تسعة وهنا معناها خمسة وعشرين طيب دي تسعة وكام تسعة واربعين موجود منها فوق في الاعلى اتنين يعني التسعة واربعين هنا ناقص اللي اتنين يبقى اذا الناتج هيكون معايا سبعة وكام سبعة واربعين وهذا هو العدد المطلوب إيجاده هنا 47 شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته